نروح للمساعدات الطبية والإنسانية التي تصل إلى مطار العريش ومستشفيات سينة بتستعد لأجل أهلنا في فلسطين معنا على التليفون مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة أهلا بيك يا مروة أهلا بحضرتك إثنان يعني كلمين عن الوضع الراهن المساعدات يمكن أحجمها قد إيه أنواعها وأشكالها وصلت للعريش ولا لسه إمتى هتبدأ إن شاء الله تدخل وإن كان دخلها أنا عارف أنه طبعا مرهون بمسألة أنه يعني ندخلها وفي قدامنا النحة التانية المفاوضة المتعلقة بأصحاب أو حملة الجنسات الأمريكية اللي موجودين على الأرض المحتلة لكن خينا في المساعدات بتاعتكم ودوركم الرائع كمؤسسة حياة كريمة إحنا الحمد لله بتوجهات فخامة الرئيس النهاردة وجهنا يعتبر أكبر قافلة إغريفة إنسانية إن شاء الله هتكون موجودة في العريش صباحا هي استفتت السيارات كلها تحت مضالة التحالف الوطني اللي عامل الأهلي التلموي إحنا تقريبا وصلنا كلنا لحوالي 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة جدا من المساعدات الإنسانية وصلت لحوالي ألف سنة من المواد الغذائية واللقوم تقريبا انتهاجنا كلنا كل المؤسسات إن إحنا يبقى معانا يبقى دايما المواد الغذائية سهلة الفتح وسهلة الاستخدام مش هتبقى محتاجة نوع من أنواع الطهي أو تبقى طبعا للظروف الراهنة ثمان أرسلنا أربعين ألف بطنية ثمانين خيمة إيواء وما يزيد عن ستة واربعين ألف قطعة سمليبن ده كل ده بالإضافة إلى طبعا تقريبا أكثر من حوالي 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات التبية المختلفة إن شاء الله بإذن الله هتوصل العريش إن شاء الله مطار العريش صباحا ومعاها متطوعين من كافة التخصصات هنبقى هناك إن شاء الله مستنين التعليمات هنسلم في المطار ونلاقي التعليمات اللي هتجلنا إن شاء الله بإذن الله حياة كريمة سهمت بخمستاشر تدادنا كاملة محملة بكافة المساعدات المطروحة وإن شاء الله بإذن الله يعني عندنا أمل إن شاء الله النظيم هتكون أول حملة بإذن الله إن بارح كمان كان فيه تحت مظلة التحالف الوطني أيضا حملة تبرى بالدم الثلاثتاشر محافظة في جمهورية مصر العربية وطبعا الشعب المصري كالعادة يعني رهلنا على جدعانته طبعا طبعا أكثر من كده لإنه العادي في كل حملات الدم كان نسبة التحصيل فيها بيبقى تقريبا 40 كيس خلال اليوم في الحملة 45 كيس في أول ساعة الله أكبر يعني إحنا دايما في كل مقر في كل مركز فإحنا دايما عارفين إن المصريين لازم بيقفوا دايما وقت الجد جنب بعضهم دايما متوقع دايما متوقع الحقيقة دايما متوقع أمرو النهاردة السكل كان فعلا يفرح كل الناس حضرتك مش متخيل على الطريق السريع العربيات اللي ماشية من الشعب عمالة بتحييق قافلة قد إيه قد طور كبير أولى المتطوعين اللي رايخين وعندهم استعداد بكل وسائل الاستعدادات إن هم ينفذوا التعليمات علشان يساعدوا بس أخواتنا الاخترين يا مساهل ربنا يوفقكم الواحد مش عارف يشكركم إزاي لكن كل قلوبنا معاكم ونتمنى إن احنا نكون أيضا من ضمن هؤلاء المتطوعين ونساعدكم بكل ما نستطيع شكورت جدا مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة